موسيقى ومصعب حمودة مع نجم بنغازي من ناجي شهداء بنغازي وأحسين اشتوي مع هنزادة وعبد السلام بعوينة مع المغيرة من الفارس الأصيل طبعا سدود التمايز أربعة وثلاثة A وثلاثة B وثمانية وهذا تسعة A وثلاثة B وإلى السد رقم واحد ينجح الفارس موسيقى 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 سنسمع نتيجة الفارس من لجنة التحكمة الآن في مباراة التمايز موسيقى 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 أربعة فرسان من واحد وثلاثين فارس تأهلوا لمباراة التمايز محمد عادل مع ميراج من الفرسان المتوسط خرج ب 12 خطأ موسيقى 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 عبد السلام بعوينا مع المغيرة من الفارس الأصيل وهو الفارس رقم 4 والفارس الأخير المتأهل لمباراة التمايز من قائمة ضمت 31 فارس في فئة الناشئين جهود كبيرة تبذل من إدارة الاتحاد الفرعي وكذلك إدارة نادي عمر المختار لهذا النقل الحيوى المباشر السد الرابع بنجاح السد الثالث الثامن بنجاح إلى 9A وال9B مركب عبد السلام بعوينا مع المغيرة من الفارس الأصيل ضمن الفرسان المتأهل لمباراة التمايز 9A وال9B إلى السد الأخير عبد السلام بعوينا السد الأول سد رقم 1 أينجح بدون أخطاء وستنسمع نتيجة الفارس عبد السلام بعوينا مع المغيرة من الفارس الأصيل من لجوة التحكم الآن سنسمع نتيجة الفارس الأخير أربعة فرسان تأهلوا من 31 فارس في فئة الناشئين الاتحاد الفرعي للفارسية لكل الشكر والتقدير على تنظيم هذا الدوري الرائع وصلنا للأسبوع الخامس والأخير انطلاقة هذا الدوري كانت قبل شهر رمضان ونشاهد الآن الحاج الناصر العبيدي رئيس لجنة تصميم الحواجز في دوري فرسان بغازي لسنة 2024 تحية للحاج الناصر العبيدي وللطاقم المصاحب له من الحاج عبد العزيز القداري ومحمد الريشي الذين أشرفوا على التصميم السدود والحواجز في هذا الدوري الذي وصل لأسبوع الخامس والأخير كذلك لا ننسى إدارة نادي عمر المختار وعلى رأسها المركز الإعلامي والأستاذ محمود الشيخي على الجهود الكبيرة التي يبدلها في سبيل النقل المباشر بالصوت والصورة وكذلك الجمهور الكريم الذي صاحبنا طيلة أيام الدوري له كل التحية والشكر في متابعته لهذا الدوري في أسبوعه الخمسة حتى وصلنا إلى ختام هذا الدوري بإشراف الاتحاد الفرعي لرياضة الفرسية في المنطقة الشرقية سننتظر إعلان النتيجة النهائية للفرسان الفائزين بالمباراة النهائية وبدور الناشئين ريث ما تعلن لجنة التحكيم ذلك نعم يا سادة المشاهدين وصلنا إلى مراسم التتويج نشاهد الآن الأستاذ أحمد بن حريز رئيس مجلس إدارة نادي عمر المختار صحبة الفارس فريد الشيخي وحديث في نهاية مباراة الناشئين التي نشاهد الآن مراسم التتويج عشرة فرسان سيتم تتويجهم سيتم تتويجهم عشرة فرسان سيتم تتويجهم في ختام هذا الدوري الفارس جهد طارق بـ 11 نقطة من شهدار حبة والفارس رقم 9 حبيب الجراري بـ 11 نقطة الفارس رقم 8 سليمان الفارسي من نادي عمر المختار 13 نقطة والفارس رقم 7 علي فيتوري من مدرسة الصفينات بـ 19 نقطة والفارس رقم 6 عبد السلام بعوينا بـ 26 نقطة والفارس قيس حدقاء من نادي عمر المختار في المركز الخامس بـ 33 نقطة الفارس رقم 4 محمد عادل من فرسان المتوسط 52 نقطة الفارس أحمد الشتيوي من مدرسة فيض بـ 57 نقطة والفارس رقم 2 حسين الشتيوي بـ 63 نقطة والفارس الأول مصعب حمودة من نادي شهداء بنغازي بـ 64 نقطة ضيوف الذين سيتوجون الفرسان الفائزين وهم نشاهدهم الآن في الميدان الأستاذ عمران برويس أحد مؤسسي الاتحاد الليبي لرياضة الفروسية وأيضاً الفارس عبد المنعم الفليليح أحد الفرسان الليبيين و المؤسسي مدرسة الصفينات في مدينة بنغازي وأيضاً من الفرسان المتواجدين بدولة الإمارات الذي يحل علينا هنا في نادي عمر المختار و الآن نشاهد وإياكم دخول الفرسان العشرة المتواجدين الفرسان العشرة المتواجدين ببطولة الناشئين الذين قدموا لنا أجواء رائعة وقدموا لنا مباراية رائعة ودوري رائع نقدم لهم كل التحية وكل الشكر لكل الفرسان الذين فازوا وأيضاً الفرسان الذين لم يحالفهم الحظ في دوري فرسان بنغازي لهذا العام على المباراية الرائعة وعلى الأداء الرائع شكراً للاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية ولنادي عمر المختار ومدرسة فيض والفرسان وكل الأندية المشاركة أيضاً أولياء الأمور لنعود مجدداً إلى الضيوف الذين سيتوجون الفرسان كما أشرنا إليهم منذ قليل هؤلاء الذين سيتوجون الفرسان الفائزين في هذه الأجواء الرابعية الأجواء الصافية هنا في مدينة بنغازي كؤوس وأيضاً جوائز قيمة يمنح مشكوراً الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية نشاهد الأستاذ أحمد بن حريز رئيس مجلس إدارة نادي عمر المختار والحاج ناصر العبيدي رئيس لجنة تصميم الحواجز وكذلك الحاج عبد الله المنصوري رئيس نادي فرسان المتوسط كذلك المصورين المصور محمد الرياني ألف مبروك لجهاد طارق صاحب المركز العشر من قبل الحكمة صفاء النجم شهد طارق من نادي شهدار حبا على التحديد العاشر مكرر فريد الشيخي فريد الشيخي رجب المنطقة الشرقية تحية أيضا للكابتن فهد البيلاح رئيس الاتحاد الفرعي لرياضة الفرسية تتويج صاحب المركز العشر مكرر تسع حبيب الجراري تاسع حبيب الجراري تحصل على 12 نقطة نقطة رائعة شكراً للفارس حبيب الجراري من نادي عمر المختار وفارس فؤاد البلاح يتم الآن تتويج صاحب المركز الثامن سليمان الفرسي من نادي عمر المختار من قبل حكم ميدان الإحماء للسيورد المهدي بوسنينا المهدي عمر المهدي عمر بوسنينا من فرسان مدينة مصراتة الفرس أليس كيثوري من مدرسة الصافية ويقوم بتطوير الفرس المهندس أجراء تعويضات ويأتهاد الثلاغية للقوصية المنطقة الشخصية عبد السلام بعوينا صاحب المركز السادس بستة عشرين نقطة عبد السلام بعوينا يأتب تتوجه من قبل الأستاذة وفاء الفليليح أعلان إلى صاحب المركز الخامس قيس حداقة قيس حداقة صاحب المركز الخامس يأتب تتوجه من قبل الحاج أحمد الحمروش رئيس مجلس إدارة مدرسة المرحوم حمود الحمروش قيس حداقة من نادي عمر مختار بثلاثة وثلاثين نقطة الفارس محمد عادل من فرسانة المتوسط من قبل الأستاذة فوزية المغربي قاضية ومساشارة بمحكمة شمال بنغازي محمد عادل من فرسانة المتوسط بـ 52 نقطة المتحفل على التركيز الثالث الفارس أحمد الشتاوي من مدرسة تفيض بـ 57 نقطة يتم تتوجه من قبل الفارس عبد الملعم الفليليح شكرا لأستاذ الفارس عبد الملعم الفليليح للتتوجه أحمد الشتاوي أحسين الشتاوي بـ 63 نقطة من مدرسة تفيض من قبل الأستاذ عمران برويس مؤسسة الاتحاد اللي بيلي رياضة الفارسية أحسين الشتاوي من مدرسة تفيض صاحب المركز الثاني كانت المنافسة يتم لأن تتوجه صاحب المركز الأول الفارس مصعب حمودة من نادي شهداء بنغازي بـ 64 نقطة بكأس بطولة النشئين لسنة 2024 من قبل الأستاذ خالد الدينالي مدير مكتب أو رئيس ديوان الرياضة بـ رئيس ديوان وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية الأستاذ خالد الدينالي يقوم بتتويج صاحب المركز الأول الفارس مصعب حمودة من نادي شهداء بنغازي الذي قلب الموازين وافتك لقب فئة الناشئين التي كنا نتوقع أن تكون محصورة بين الشقيقين أحمد الشتاوي وحسين الشتاوي من مدرسة تفيض لكن مصعب حمودة كان له رأي آخر في فئة الناشئين أعرف مبروك للفرسان الفائزين حظ أوفر لمن لم يحالفه الحظ شكراً لفئة الناشئين على المتعة والإثارة التي رفقتنا حتى الأسبوع الأخير وهذه أولى المباريات نطويها وإياكم صاحبة هذه الصورة الرائعة والمعبرة هنا في نادي عمر المختار وأيضاً للفرسان الرائعين والذين توجوا ببطولة فئة الناشئين أجواء رائعة للجمهور الرائع هنا في نادي عمر المختار احتفالاً بتتويج الفرسان المتوجين بفئة الناشئين كأسبطولة الناشئين في قبضة نادي شهداء بنغازي عن طريق الفارس مصعب حمودة وصاحب المركز الثاني حسين الشتاوي والثالث أحمد الشتاوي والرابع محمد عادل أحمد الشتاوي وحسين الشتاوي شقيقان من نادي مدرسة فيض ومحمد عادل من فرسان المتوسط في المركز الرابع الخامس لقيس حداغة من نادي عمر المختار والسادس عبد السلام بوعوينان من الفارس الأصيل والصافينات على المركز السابع عن طريق الفارس علي الفيتوري هذه الصورة الرائعة هنا في نادي عمر المختار احتفالاً بهذا الاختتام الرائع وهذا التتويج الرائع الصورة المعبرة هنا في الختام لأولى مباريات فئة الناشئين مشكور جداً لاتحاد الفرعي لرياضة الفرسية على هذا التنظيم الرائع وهذا الأداء الرائع في هذا التتويج وهذه الأمسية الرائعة هنا في نادي عمر المختار الثامن كان لسليمان الفرسي من نادي عمر المختار والتاسع لحبيب الجراري أيضاً من نادي عمر المختار العاشر مكرر كان ما بين جهة طارق ورجب المنفي أترككم مع هذه الصورة المعبرة وهذه الصور الرائعة واحتفالاً بختام فئة الناشئين دائماً في موعدها بطولة الناشئين ودائماً تعطي لنا الصور الرائعة والمعبرة لا تخيب الأمال فئة الناشئين فئة رائعة أترككم مع هذه الصور ريثما تبدأ المباراة الثانية كونوا معنا بيعون الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أيها السادة المتابعين متابعي صفحة الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية تنطلق الآن بعون الله تعالى فعليات المباراة الختمية مباراة فئة سمول تور المقامة وفق المادة رقم 238 فقرة 2.2 من قانون الاتحاد الدولي لرياضة الفروسية والارتفاعات من 1.10 إلى 1.15 و15 فارس سنشاهدهم في هذه الأمسية الختمية أولى الفرسان محمد أو الفارس مصطفى المغربي معنا مارق من الفارس الأصيل مصطفى وصفى وصفى المغربي بالتوفيق لمصطفى وصفى المغربي معنا مارق من مدرسة الفارس الأصيل ينجح في السد الأول مصطفى ينجح أيضا في السد الثاني الدوران الآن سبسد الثالث الفارس مصطفى المغربي السد الثالث سد مركب اسقاط في ثلاثة اي وامتناع في ثلاثة بي سينتظر ويعود مجددا للسد المركب مصممية سدود محمد الريشي وأيضا رئيس لجنة التصميم الناصر اللعبيدي اسقاط في ثلاثة اي ونجح في ثلاثة بي الدوران الآن سبسد رقم أربعة قلت الارتفاعات من متر وعشرة إلى متر وخمسة عشر نجح في السد الرابع السد الخامس بنجح إلى السد السادس الشاهد عزيزي المشاهد ثلاثة سدود في سد ستة ربل سقوط الفارس سلامات السلامات للفارس مصطفى المغربي سلامات للفارس سلامات للفارس مصطفى المغربي تحية للفارس مصطفى المغربي وكذلك لنمارة من الفارس الأصيل سلامات للفارس مصطفى المغربي تحية للفارس مصطفى المغربي سلامات للفارس مغربي وأيضاً في النقل الحي والمباشر لرياضة الفارسية ويسام أشحاوي ويسام أمر أشحاوي مع الهيلع من نادي عمر المختار هي أنجح في السد الأول ويسام السد الثاني بنجح مبارا التمايز كما أشرت الخميس المقبل سيكون ختام في مدينة سبهة لدور الفارسية باتحاد الفرعي فالزان اتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية اسقاط في ثلاثة A ونجح في ثلاثة B ويسام أشحاوي اسقاط في السد الرابع اسقاط أيضاً في السد الخامس ويسام أمر أشحاوي مع الهيلع إلى السد السادس ستة A ستة B وستة C بنجح وهو الفارس الثاني نجح في السد السابع السد الثامن هذا الفارس تعرض لإصابة منعتهم المشاركة في بطولة عمر المختار الكبيرة التي نظمها نادي عمر المختار العام الماضي اسقاط في تسعة A ونجح في تسعة B إلى السد العاشر والأخير ويسام أشحاوي مع الهيلع بالتوفيق الليويس ويسام في باقي المباريات سنسمع نتيجة هذا الفارس من لجنة التحكيم 15 فارس كما أشرت وارتفاعات لفئة سمولتور من متر وعشر إلى متر وخمستاش ومباراة التمايز وقام وفق المادة رقم 238 فقرة 2 مادة 2 فقرة 2 2.2 من قانون الاتحاد الدولي لرياضة الفارسية المحسس محمد العقوري مع وعد السلام من فرسان المتوسط المتابعة الفارساء وأيضا وليت الأمر الأستاذة رواند محمد تهدي سلاماتها لفارس مصطفى المغربي الذي وقع منذ قليل تحية لكل المتابعين عبر صفحة الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية محمد العقوري مع وعد السلام من فرسان المتوسط نجاح في السادة الأول والثانية الآن إلى المركب امتناع عند ثلاثة ايه بالتوفيق في المحاولة الثانية امتناع ثاني بالتوفيق في باقي المباريات محمد العقوري مع وعد السلام من فرسان المتوسط صراج القداري بالتوفيق مع الوهراء من نادي عمر المختار فئة الناشئين كنا بالأمس نقول لأحمد اشتيوي واحسين اشتيوي لمدرسة فيض ينجح في السادة الأول صراج السادة الثانية بنجاح ثلاثة ايه وثلاثة بيه مشكور الاتحاد الفرعي على التوفيق كل الامكانيات وايضا جودة الصورة في اليوم الختامي السادة الرابع صراج القداري مع الوهراء ايه ينجح في السادة الخامس ايه لستة تريبل السادة السادس ثلاثة سدود في سد ستة اي ستة بي او ستة سي بنجاح الدوران الان سوف بسد رقم سبعة السابع ايه ينجح في السادة السابع وهذا الثامن بنجاح الى التسعة مركب تسعة ايه تسعة بيه المازال مازال يا جمهور مازال يا جمهور مازال هناك سد العاشر والاخير ويتأهل التمايز يتأهل السراج سراج القداري مع الوهراء من نادي عمر المختار سراج القداري سخونة اسمول تور بدأت من الفارس الرابع الفارس رقم اربعة وهو المتصدر شاهدنا سراج القداري مع الوهراء ماذا قدم وماذا قال ولكن ماذا في جعبة هذا الفارس ماذا في جعبة محمود البدري وجيسي من نادي عمر المختار محمود البدري سنشاهده ايضا مع ميرا بعد قليل لكن ماذا سيقول مع جيسي من نادي عمر المختار هذا الفارس يلحق بسراج القداري بفارق ست نقاط في هذه المباراة ممتعة قدم لنا اداء رائع سراج القداري مع الوهراء من نادي عمر المختار بدأت مبكرا سخونة هذه المباراة وبدأت ترتفع درجة الحرارة مبكرا هيا نجح في السدى الأول محمود البدري مع جيسي من نادي عمر المختار ونجح في السدى الثاني فارتفاعات من متر وعشرة إلى متر وخمستاش امتنا عند السدى الثالث محمود مع جيسي من نادي عمر المختار نشاهده الآن مع جيسي لكن بعد قليل سنشاهده مع ميرا من نادي عمر المختار محمود البدري محمد الريشي يعطي شارتة للجنة التحكيم بجهزية السد يعود الآن مجددا محمود البدري مع جيسي من نادي عمر المختار بالتوفيق في المحاولة الثانية هيا نجح في ثلاثة اي وثلاثة بي دور عن سوب السد الرابع بنجاح الخامس بنجاح عندما أذكر نادي عمر المختار كل التحية لمجلس الإدارة أحمد بن حريز وأيضا للكابتن فهد البيلاح على الجهود الكبيرة في هذا التنظيم والاستضافة الرائعة مشاركة مقبلة في هذه الفئة فئة سمولتور في ارتفاعاتها التي تتراوح من متر وعشرة إلى متر وخمستاش يعطل إذن الآن للفارس طارق القداري طارق عبد العزيز القداري مع الليفانت من مدرسة السابيحات من مدينة بنغازي ينجح في السادة الأول المعتصم أو آسف طارق القداري ثلاثة إيس قاط ثلاثة بيء بنجاح طارق عبد العزيز القداري مع الليفانت من مدرسة السابيحات هذا الفارس نجح في أسد الرابع مشكور جدا لاتحاد الفرعي وإدارة نادي عمر المختار من أحمد بن حريز والكابتن فهد بيلاح في هذه التقنية الرائعة في هذا التصوير والإخراج الرائع امتناع في ستة بيء طارق عبد العزيز القداري مع الليفانت من مدرسة السابيحات بالتوفيق في المحاولة الثانية 6A و 6B أو 6C بنجاح وهو الفارس رقم 6 نجح أو إسقاط في السد السابع الثامن بنجاح دوران أنصب السد المركب السد التاسع 9A إسقاط و 9B كاد أن يسقط إلى العاشر والأخير وسنسمع نتيجة الفارس دارق عبد العزيز القداري مع الليفانت من مدرسة السابيحات من لجنة التحكم الآن وهو الفارس رقم 6 في قائمة 15 فارس قلت كل شكر للاتحاد الفارعي للفروسية بالمنطقة الشرقية على هذا الختام ختامها مسك وعلى هذا الأداء الرائع والمميز في تنظيم هذا الدوري وكذلك كل التحية للجنة التحكيم التي أشرفت على هذا الدوري من الحكم الكبير توفيق بوذن طارق بن عامر نائب رئيس اتحاد الليبي للرياضة الفروسية عبدالله بخطوة والحاج يونس المصراتي والمهندس ريدا البكوش ووليد الفيتوري عضو الاتحاد الليبي للرياضة الفروسية وكذلك الحكم صفاء نجم كذلك ميدان الإحماء الحكم السوار دال مهدي عمر بسنينة الذي شاركنا من مدينة مصراتة أحد الفرسان الرائعين والحكام الرائعين المهدي عمر بسنينة وعوض الدرسي ومحمد الورفلي رئيس لجنة تحكيم الميدان وأيضا بشير الفيتوري وعبدالسلام زين العابدين لجنة تصميم السدود مصطفى حبارة كنت أن أنسى هذا الاسم في الميدان الآن الفارس الرقم سبعة فؤادة المجبرية هي أنجح في السادة الأول مع الأدهم من مدرسة فيض هذا الفارس نجح في السادة الأول والسادة الثاني فؤادة المجبرية ثلاثة إسقاط ثلاثة بي بنجاح نجح في السادة الرابع وهذا السادة الخامس بنجاح ستة إيه وستة بي وستة سي بنجاح فؤادة المجبرية ينجح في السادة السابع وهذا الثامن بنجاح فؤاد مع الأدهم من مدرسة تفيض هذا الفارس تسعة إيه وتسعة بي إسقاط إلى العاشر والأخير ينجح في السادة العاشر سنسمع نتيجة الفارس فؤادة المجبرية مع الأدهم وهذا الفارس رقم سبعة من مدرسة فيض من لجنة التحكيم الآن بسمة نجم من مدرسة المرحوم حمود الحمروش وعندما أقول بسمة يعني الفارسيان اسمها فرس الفارس بسمة بسمة مع نسمة بالتوفيق من مدرسة المرحوم حمود الحمروش بسمة نجم مع نسمة من مدرسة المرحوم حمود الحمروش تنجح في السادة الأول بسمة نجم ونجح في السادة الثاني قلت الخاميس المقبل سيكون ختام لدور فروسية قفز الحواجز تحت إشراف الاتحاد الفرعي للفروسية بمنطقة فزان مدينة سبهة 3A و 3B بنجاح بسمة السد الرابع بنجاح نجاح في السد الخامس 6A سقط 6B 6C بنجاح B و C بنجاح الآن إلى السد رقم سبعة نجاح في السد السابع نجاح في السد الثامن إلى التسعة مركب ما قبل الأخير يا بسمة بسمة نجم 9A 9B بنجاح العاشر والأخير يلا يا بسمة يلا يا نسمة العاشر والأخير العاشر والأخير شكرا بسمة وقبلة على رقبة نسمة سنسمع نتيجة بسمة نجم مع نسمة من مدرسة المرحوم حمود الحمروش من لجدة التحكيم الآن سنسمع نجاح في السادسة المرحوم حمود الحمروش سنسمع نجاح في السادسة المرحوم حمود الحمروش يعطى الأذن إلى أن لها الفارس رقم تسعة سهيب المنصوري مع ميلانو من مدرسة فرسانة المتوسط سهيب عبد الله المنصوري اسقاط في السادسة الأول سهيب مع ميلانو اسقاط أيضا في السادسة الثانية هو الفارس رقم تسعة الثالث ثلاثة A اسقاط والنجاح في ثلاثة B النجاح في أسد الرابع هذا الخامس بنجاح ستة A ستة B وستة C بنجاح الآن إلى السادسة السابع اسقاط وهذا الثامن بنجاح تحية لكل من يتابعنا الآن عبر صفحة الاتحاد الفرعي لرياضة الفروسية اسقاط في 9A و 9B سهيب المنصوري مع ميلانو وهذا العاشر والأخير بنجاح سنسمع نتيجة الفارس رقم تسعة في قائمة ضم 15 فارس في هذه المباراة الختامية مباراة في أتس مولتور المباراة الثانية بعد أن شهدنا وإياكم ختام الناشئين مباراة في نفسك يا المرحوم قد عزيزة وضعه من سبيلتاليا وضعه من سبيلتاليا وضعه من سبيلتاليا وضعه من فارس مبروك الدرسي ونجم نجم نجم نهي الحمود الحمروش وليس يدخل كل نهي الحمود الدري نحضر الكواف ونجم نهي ونجم نهي بالتوفيق لمبروك الدرسي ولنجمة أي أنجح في السد الأول المبروك النجاح في السد ثاني الثلاثة أي ثلاثة بي بنجاح الآن السد الرابع بنجاح المبروك الدرسي مع نجمة ينجح أيضا في السد الخامس إلى السد السادس مركب ستة A ستة B أو ستة C بنجاح دارا الآن صب السد رقم سبعة قلت للارتفاعات من متر وعشر إلى متر وخمس في فئة سمول تور وبرى التمايز السابع وهذا الثامن بنجاح إلى تسعة مركب تسعة A أمتنا عند تسعة B مبروك لم يتبقى سوى سدين حتى نقول مبروك تسعة A وتسعة B مبروك بالتوفيق في باقي المباريات المبروكة الدرسية مع نجمة من مدرسة المرحم محمد الحمروش أياس محمد الكواف محمد يعطى الآن لفارس محمد الكوافي مع بيلا من نادي عمر المختار مباراً مفتوحة محمد الكوافي مع بيلا ينجح في السد الأول ونجح في السد الثاني السد الثالث مركب ثلاثة إيس قط ثلاثة بي بنشح دار الأنسو بسد رقم أربعة نجح في السد الرابع ينجح في السد الخامس ستة إيس امتناع في ستة بي سنعود مجدداً يا محمد إلى كامل السد السادس ستة إيس ستة بي وستة سي بنجح نجح في السد السابع وهذا السد رقم ثمانية بنجح تسعة إي تسعة بي سقاط في تسعة إي والنجح في تسعة بي وهذا العشر والأخير بنجح سنسمع نتيجة الفارس رقم 12 الفارس محمد الكوافي مع بيلا من نادي عمر المختار من لجنة التحكيم الآن نجح في ستة بيلا من نادي عمر المختار ونرسة حلب الحنيس وطار الجدد يوم الختام نشاهدها مع نجيب المجبري بالتوفيق لنجيب المجبري وبالقيص من نادي عمر المختار ويعطى الإذن الآن وهو الفارس رقم 13 أي أنجح في السد الأول السد الثاني بنجاح السد المركب أمام نجيب وبالقيص ثلاثة اي ثلاثة بي بنجاح دورها الآن سوف أصدرقم أربعة امتناع في الرابع بالتوفيق بالمحاولة ثانية يلا نجيب يلا بالقيص ها ينجح في المحاولة الثانية عند السد الرابع ها كذلك الخامس بنجاح هل سيضم نجيب وبالقيص السد السادس بسدوده الثلاثة إلى سلسلة نجحته نعمل ذلك ستة اي وستة بي ها كذلك ستة سي إلى السد لقم سبعة الآن النجاح في السابع ها كذلك السد الثامن بنجاح حيلة تسعة مركب تسعة إسقاط التسعة بي بنجاح العاشر والأخير إسقاط نجيب المجبوري مع بالقيص من نادي عمر المختار الفارس رقم 13 سنسمع نتيجاتهم الآن من لجلة التحكيم اشتغل الثامن بنجاح المستد المدالي في في الخطأ وما في ذلك ستة وشي شكا وتزويد 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 في الزمن المسلوح وفي الزمن من التالية في مدى في الزمن الثاني من الآية الفارس حالة حريص ولا يمتزد مدى المختار والاستعاد الفارس الأخير طالب الجدار والفارس الخطأ في الميدان الآن الفارس حالة بن حريز حالة أحمد بن حريز مع لا لي تزد من نادي عمر المختار وهي الفارس ما قبل الأخيرة في قائمة فئة السمول تور بتوفيق لي حالة ولا لي تزد لا لي تزد وليست تالي تزد بتوفيق لي حالة بن حريز ولا لي تزد تطل أذن العن تنجح في السد الأول حالة السد الثاني بنجح 3A 3B نجح في السد الرابع وهذا السد الخامس بنجح 6A 6B 6C بنجح حالة بن حريز نجح في السد السابع ها كذلك الثامن الداران لأنسوا بالسد المركب ما قبل الأخير السد رقم 9 9A 9B بنجاح العاشر والأخير يا حالة لا لي تزد تنجح في العاشر تنجح وبدون أخطاء حالة بن حريز صحبة سيراج القداري مع الوهراء من نادي عمر المختار شكراً حالة بن حريز أداء رائع ومميز لحالة بن حريز فارس الأخير سيكون الفارس طارق القداري مع البرق الخاطف نعم انسحاب الفارس الأخير طارق القداري مع البرق الخاطف من مدرسة السبيحات إذن مباراة التمايز سننتظر ريثما يتم الإعلان عن سدود التمايز فارسين سيراج القداري مع الوهراء من نادي عمر المختار وحالة بن حريز مع للتزد أيضاً من نادي عمر المختار سننتظر وإياكم أيها السادة المتابعين ما زلنا في البث الحي والمباشر ستبقى معكم الصورة ريثما يدخل فرسان فئة سمولتور لتبدأ مباراة التمايز كونوا معنا عبر صفحة الاتحاد الفارعي لرياضة الفروسية نحييكم مجدداً أيها السادة المتابعين الآن إلى مباراة التمايز كما أشرت تأهل لها فارسين هما سيراج القداري مع الوهراء من نادي عمر المختار وحالة بن حريز مع لا للتزد أيضاً من نادي عمر المختار سدود التمايز هي 2A و9B و10 7 6B 6C 5 نجح نجح بالسد الثاني وأيضاً 9B وهذا العشر بنجاح سيراج القداري مع الوهراء في مباراة التمايز وكذلك السد رقم 7 بنجاح إلى 6B وسي 6B 6C بنجاح الخامس والأخير يا سيراج يا وهراء بالتوفيق سيراج القداري مع الوهراء بدون أخطاء في مباراة التمايز من نادي عمر المختار وحالة بن حريز مع لا للتزد من نادي عمر المختار أيضاً نأمل التوفيق والسلامة لكل الفرسان حالة بن حريز في مباراة التمايز مع سيراج القداري براءة ممتعة ومشوقة يهدها لنا الاتحاد الفرعي لرياضة الفرسية بالمنطقة الشرقية والفرسان أيضاً نجح في السد الثاني في مباراة التمايز تسعة أ تسعة بي تنجح أيضاً في السد العاشر حالة بن حريز اسقاط في السابع يذهب اللقب إلى سيراج ستة بي وستة سي بنشح إلى السد الخامس والأخير الخامس والأخير بنشح سيراج القداري بطل هذه الفئة مع الوهراء من نادي عمر المختار تابعنا وإياكم كامل تفاصيل مباراة فئة سمولتور وأيضاً مع مباراة التمايز التي تأهل لها سيراج القداري وحلى بن حريز شكراً لكل الفرسان الذين أمتعونا في هذه الفئة سنكون بعد قليل مع مراسم التتويج ابقوا مع قناة الاتحاد الفارعي لرياضة الفروسية بالمنطقة الشرقية بعد قليل سنعود إليكم مع مراسم التتويج لفئة سمولتور بيعون الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر